اللقاء اللي جار فيه شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الوزراء الإسرائيلي والشيخ محمد بن زايد عقبه اتفاق رباعي أو اجتماع رباعي في العقبة بحضور الملك عبد الله الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي وأحد الوزراء السعوديين اجتماع خماسي ثم عقبه ايضا فيه النقب اجتماع وزراء خارجية امريكا ومصر واسرائيل وايضا الاردن واعتقد الامارات يعني هذه التحركات في الاقليم لعرض ترتيب الاوضاع او الاوراق او الاستعداد لشيء ما او استغلال شيء ما كيف رأيت هذه التحركات يعني بقى راه استمرار لتوجه يعني الراخله بما سمي ببيان العلا اللي خرج عن مجلس التعاون الخليجي اللوخ المصالحة اللي هو دعوة للمصالحة بالذات فيما كان ما بين التحالف الرباعي لو تذكر وقطر وكان قطر بالتبعية موضوع تركيا وبدأت كمية هائلة من الاتصالات حصل اتصالات اماراتية ايرانية سعودية ايرانية صحيح مصر عملت المباحثات السلاسية عما سمي بالشام الجديد اه الاردن والعراق موضوع الغاز المصري قبروس اليوناني اللي يخش على لا يعني نزع الموانع الامام وصوله الى لبنان صحيح لانقاذ عن طريق سوريا عن طريق سوريا والاردن فانت عندك سلسلة حاجات حوالين انه الاقليم اللي نتج عن ما سمي بالربيع العربي وخلق خلل كبير وادى الى طمع كبير من الدول الاقليمية انه ايران بتستخدم توابعها في العراق في لبنان في اليمن في سوريا تركيا عمالة تتدخل وهكذا واسرائيل تتوسع بالمستوطنات انه ان الاوان ان هذه التطورات الخطيرة بتدفع المنطقة كلها الى مزيد من الحروب خاصة الحروب اللي تمت سواء في اليمن او في سوريا تمنها كان مكلف للغاية فزي ما انت كده بترأيب اسعار النفط اسعار العنف في المنطقة بدأت تخفض وبدأت تهدأ وبدأت الدول المشاركة في هذه الاجتماعات بينها اتفاقات اساسية البحث عن اعادة الاستقرار للمنطقة خلق اشكال من التعاون حسب ما هو متاح يعني التجربة الجميلة في هذا الموضوع تجربة مصر في منتدى شرق البحر الابيض المتعاصل انك بتخلق حالة تعاونية حوالين هدف يتعلق بالغاس كيف نستخدم ذلك وده يعني تعلمناه من التجربة الاوروبية اللي بدأت بالحديد والصل انت بدأت هنا بالغاز الغاز بقى ده لو اوقوا كتير الغاز بيتسيل الغاز بتانيه غاز فيه انابيب فيه داخل في صناعة داخل في بيوت كل هذي الاشكال في موضوع الغاز اعرى ان فيه اشكال اخرى يمكن زي خدنا مثلا قلنا مصر والاردن والعراء ده شكل لكن خد بالك من تطور مهم كمان لازم تضيفه لزي ما يقولوا كده ازيدك من الشعر بايتين اللي هو زيارة بشار الاسد للامارات اول خروج من جوة سوريا اللي هي لا تزال ممزقة لا تزال في حالة حرب اهلية اشتركوا في القناة